العقل الصهيوني يخم مليح فيش قاعد يعمل معانت عنده اهداف واضحة يحب شفت التكتيك تاع المستوطنات اللي عملوه في الظفة الغربية يخليك تتناقش على عطاولة المفاوضات على المستوطنات ما عاش تناقش على حدود 67 معانت هوني اش عملوهما في قطاع غزة قطاع غزة مؤلم قطاع غزة جاء منه طفن الاقصى جاء منهم قيدات جدود من الحماس اللي عندهم تفكير اللي عندهم حسوا بال قطاع غزة قلب المعادل قلب المعادلة وفم عبادة ويصنعوا في السلاح وكذا انتاحهم ويمثلوا تهديد شنو اللي عملوه تهو خطة جنرالات في الشمال القطاع جباليا الصامد الى حد اليوم حطوا خذة وقالوا يلزمنا ستة اشهر القطاع جباليا معانت يحبو مخيم جباليا سمعني يحبو ردوه ينصفوه قد وقد الارض دونك الشمال بش يعزلوه يردوه منطقة عسكرية عازلة محور فيلادلفيا بش يحطوه فيه فاكنة عسكرية قطاع غزة شمال وجنوبا محروس ما عادش نجم يتبدل فيه بش تدخل انت معهم في مفاوضات تولي تتفاوض على هذك على شسمه محور صلاح الدين وعلى مخيم جباليا جنوب لبنان يحبو حاصروه زادة بالستة المعابر الوفيسيال معانت الرسمية مع الحدود السورية والغير الرسمي والحصار الجوي ومعانتها 17-01 معدل معدل بش يولي لوبنان تحت الويساية الاسرائيلية معانتها توا الحزب الديمقراطي بش يفوز ولا الجمهوري في امريكا ما ثماش اختلاف هنا بالنسبة لنا بش تكون نفس السياسة نفس الدعم بلوتو للكيان المحتل اما السياسات تتبدل وحود وحود كيفاش يقوله مديري شوية وحود معانتها كيما نتانياه وكيما نيساير توا على خاتر على خاتر يزننا ذك الاجتياحات تاع لبنان ولا تاع فلسطين رأوا صاروا معزوز الاحزاب سماح كالسوات ديمقراطيين ولا جمهوريين اجتياحات لبنان والحروبات تاع غزة والانتفاض اللول وثاني صاروا مع الحزبين جمهوري او ديمقراطي صحيح معهد السلام ياسع عرفاتو واسحاق رابين تعملت في عهد بيل كلينتون الحزب الديمقراطي ما هذا روم يقول حد شي خطر صار قبل الاجتياح في وقت بوش وصار في وقت ريجن وصار في وقت بيل كلينتون صاروا اجتياحات معانتها نفس السياسة الخارجية دعم اعطيني انت من اللي تعمل الكيان من عام 48 قرار امامي واحد يدين هذا الكيان اخي شكون يحكم في الامام المتحدة شكون عنده حق الفيتو شكون يكسر القرارات الكل اللي تدين هذا الكيان الولايات المتحدة معانتها اللي نحكيو فيه ديمقراطي او جمهوري راهو حكاية فارغة انفان مش حكاية فارغة يمكن شوية تعديل من الاهداف الاهداف رغم بشي قعدوا هما بيدهم معانت نصف حزب الله ونصف حركة حماس اللي هما اهداف حطهم نتنياهو من الاول حرب قال نحبوا ننتهيوا مع حزب الله نحبوا ننتهيوا مع حماس اما هو انساء اللي هذي هي فكرة انتع مقاومة تع شعب محتل عمره ماهو بشي هبت ديه وبشي قعد يقاوم هي مسألة حياة او موت واضح دكتور مقالات الميدان هي التي ستحدد مخرجات الاتفاق اللي بشي صير انه اسرائيل كما قال دكتور عندها استراتيجية عندها اهداف عندها كشيقوله هي اتفاقات مع الدول الغربية للوصول الى نوعا ما من اعادة سياغة هذا الشرق وراء وفكة الشرق الاوسط الجديد الى حد الان لم يتم التنازل عنها بل اكثر مذلك تم حتى تبنيها من طرف البلدان الغربية تم تفعيلها دكتور تو نشوفه فيه هذا الشرق الاوسط الجديد تو نشوفه فيه وستاذا ريت البرح للمانا شنو كان موقفهم مثلا في ساحة البطرون في شمال بيروت وبالتالي هم كلهم متفهمين على مساء ولكن الات الميدان يعني الشي اللي بشي صلو الميدان في الأخير هو اللي بشي حدد كيفش بشي يصير الاتفاق كيمة عام 2006 ولكن الوضع اليوم اللي قاعدين نشاهدوا فيه وصحيح كلامكم اللي كنتوا تقولوا فيه انه معناها العرب هذو ما تغيبوا عن هذه المعركة وطعنوا المقاومة في خسرة الى خيرية ولكن نقولكم حاجة اول مرة رأوا ايران تدخل في المعركة اول مرة رأوا انه اليوم هناك بلدان قد لا تظهر في الصورة الى حد اليوم ولكنها جزء اساسي او اصيل في هذه المعركة الصين وغيرها منامي البلدان وما يمكن اضافته انه راهوا دائما كما قلتك راهوا الحروب دائما فيها نوع من الحركية والديناميكية الجيوش الكلاسيكية تعمل الصدمة من اللول وتحاول تدخل الى الميدان والى عمق الارض المعادية ولكن اذا وصلت تتوقفت فهذا يعني انه وصلت الى نهايتها وقت تبدأ المقاومة لا ننسى شي راهوا عندما دخلت امريكا الى العراق احتلتها في ظرف 20 يوم في ظرف 20 يوم اشنو اللي صار من بعد ثمانية سنوات وتم اخراج امريكا بالمقاومة وبالتالي شوف يا جماعة لازمنا نحاول نعيد قراءة الامور في ديناميكيتها في تواصلها التاريخي عبر هذا الصبر الاستراتيجي التي بيانته المقاومة وما قيل على لسان فضيلة الشيخ نعيم قاسم عندما قال المقاومة بخير وستقوم بصد الهجمة ثم ستمر الى الهجوم المعاكس أنا قاعد يرى فيه اليوم اليوم استاذي قدل انت قداش 80 معناها قذيفة نباره 2012 ووصلت الى مناطق واكثر من ذلك هذه هي المعنى الكشكلهية المعطيات الجديدة قادرينها من الميدان طائرة مسيرة يطلع منها هوراها 13 معناها ان طوافة يعني معناها هليكوبتير يطاردوا فيها لمدة ساعة واربعة مجرد معناها طائرة مسيرة معناها من المقاومة أكثر من ذلك الخبر اللي خرج عنده تثيين في الكيان السهيوني قال لك لقد تم العودة الى الرصد بالعين صحيح للطائرات المسيرة لأنه أرادها رأت غير قادرة أنها تحسم المعركة على المستوى الاستخباراتي هذا يعني أستاذ لو فما تعقيرات مسيرة الرادارات في بينهم بها طيور ما ضربوهمش خطرهم على شكل لصغر حجمها هذي اش يعني يعني راهوا اليوم المعركة المتحركة لا فقط على مستوى الميدان بل أيضا حتى على مستوى التكنولوجيات التي سيتم إدخالها في الفترة اللاحقة أسرائيل وضعت كل قوة في هذه وراتنا كل أسلحاتها إلى حد الآن الف ترونتسانك إلى خيري لكن البارح بركة خرجت الصور من منشأة أيامات خمسة وفي أيامات خمسة رينا صواريخ القطر متاحها أيامات خمسة ليمشأة تحت الأرض تحت الأرض واللي معناها يبدو أنه ماشي في الجنوب يعني في العمق اللبناني معناها قطر الصواريخ رأي ماشي قطر متاعها معناها متاع كاتيوشة ولا غيرها رأي معناها أقطار كبيرة هذا يعني أنه اليوم إحنا ماشيين في إطار معركة يبدو أن الردع هو اللي بشي يكون أهم فيها لذلك أتصور وأتخيل أنه في المدة القادمة سيتم تبريد الجبهات لن يتم معناها الأعلان لا على وقف ختال وغيرها سيتم تبريد الجبهات بانتظار أن يتم تقييم قوة الردع لدي هذا الطرف وذلك الطرف وكلام اللي قالوا الدكتور معناها في عسلي أنه المسألة اليوم راهي مناخذه فقط معناها كحساب على الأوراق لقوة هذا الطرف أو ذلك بل على مساء العقائدية على قدرات الصمود لغزيليانس متاع المجتمعات هذه وثالثا أيضا التفاعل القادسي داخل المجتمعات إلى حد الآن لم تقم الفتنة داخل لبنان والتي كانت أحد أهم العنوين ركاز الأهداف ركاز الأهداف الحرمة الشعبية أنت حزب الله ولا بعد طائفات السنية والشيعية والمسيحيين والدروز وكذا حزب الله في كي ياسف الحرب بتاعه يستهدف حيفا كل يوم باش ولا يستهدف فيها يستهدفها بالمسيرات وصواريخ قصيرة المداء اللي القبة الحديدة يمتجر مش تاخذه معنتها هذا يذكاء معنتها حرب استراتيجية لشل الحياة اليومية للكيان الصهيوني وهذا يراهم معنتها ذهنية نصعية بياسة بشي تقبلوه خط ما استنسوش هما ما يعفوش العباد تقصى فيهم كل يوم وهذه قيمة طوفان الأقصى والقيمة اللي عملته حركة حماس وتوحيد جباهات ومن بعد حزب الله ومن بعد إيران وتوى ولينا حرب عالمية قال قبل لك ده دكتور رفع طبيب وفاهموا على شون حب يحكي حب يحكي عزوز المسلحين اللي أعلوا عليهم الكيان المحتل اللي يشدوهم دخلوا تسلوا قالوا من حزب الله واللي هما حاملين جنسية أسيوية وهذه ولينا نحكيه إعلاميا على اللي نحن رجعنا نحكيه نحاربوا في الإرهاب وفي محور الشر محور الشر كلمة مسمعنا هاش منقبوش للإبن يلي هي كوريا الشمالية روسيا وإيران معنتها هذا الكل طوى في سياق حرب إعلامية لتحديد سياسات ما بعد الانتخابات الأمريكية الإدارة جديدة بش يستقبلوها بالأحضان وديما نرجع ما يلزمش المقاومة يلزم ميدانيا تعمل الفارق اللي هي عملت وره إلى حد الآن في لبنان يمكن غزة تعبت شوية نقص مياه في لبنان ما زالت الأمور تحت سيطرة تفوق ناري حدودي الأمور واضحة جبائل شاسمها حيفا يقع القصف عليها كل يوم المدن الإسرائيلية أبعد وصلنا للمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلنا لفاكنة عسكرية تاعة قولاني معنتها فما أهداف استراتيجية تمست وتوى يضبوا في ثكنات عسكرية في مصنع المتفجرات معنتها حزب الله عامل توازن وقوة ردع وتسمى حرب استنزاف وراه إسرائيل بدها تستعمل في حرب الاستنزاف الاستنزاف خطر على الأرض ما لنجم تعمل حد شيء إسرائيل قاعدت تصعد في القصف مش تضرب الحربنا الشعبية وهذا يمزالك متماسكة في لبنان وإن شاء الله ربي ثبتهم واضح شكرا دكتور عسلي ما عندك مظيف عندي مسألة مهمة شوف المدة القادمة ستكون معركة وعي لاحظوا حاجة أن التلاعب اليوم في الإعلام أصبح كبيرا جدا كما قال الدكتور عسلي مسألت ذيا نحن نحارب في الإرهاب إلى خير محاولة إعادة بناء التحالف العالمي ضد الإرهاب ولكن مش قلتكم أنا حاجة في المدة الأخيرة سمعنا أن العديد من المقاتلين الذين يتمون إلى ما يسمى معناها جبهة المقاومة في كل من العراق وصول إلى خير قد بدأوا في التوجه إلى لبنان ويبدو أنه هناك نوع من أنواع إعادة بناء الردع لكن المرة هي على الأرض وليس معناها فقط معناها من مناطق بعيدة